أشاطر الاتحاد العراقي للتنس والاتحادات العربية نعيها بفقيد العراق والوطن العربي وعميد كرة التنس كرة المضرب الكابتن المرحوم الدكتور سعدون حسن التميمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم إن الكابتن المرحوم الدكتور المهندس سعدون حسن التميمي هو عميد كرة التنس في العراق والوطن العربي وبدأ هوايته فيها منذ نهاية الستينيات ثم تميز بعد تخرجه من الرعيل الأول لجامعة التكنولوجية مهندسا وتخصص في اللعبة ليكون بطل العراق لخمسة أعوام مستمرة ومن ثم بطلا عربيا ودوليا فيها إن لرحيله فقدان لكرة التنس نشاطر جميعا من أهله ومحبيه ومنهم أخيه الكابتن جاسم الظاهر معكم الآن بهذه الصورة وهو أيضا واحد من اللاعبين المتميزين بالتنس في العراق وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المدربين الشباب فيها برحيل شقيقه فقيد العراق وفقيد العرب الكابتن الصديق العزيز الراحل الدكتور المهندس سعدون حسن التميمي والذي نعته كل الاتحادات الخاصة باللعبة في الأقطار العربية ومنها الخليجية ومنها في الجمهورية العربية المصرية أو جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وفي المغرب العربي أيضا وكان إنسانا رحمه الله راقيا جدا بأخلاقه وصديق للجميع ولقد تخرجت من يديه الكثير من الأجيال المتخصصة باللعبة التنس في الأردن وسوريا والبحرين وعومان والسعودية والكويت والمغرب وتونس والجزائر وبالعراق أيضا وألف العديد من الكتب الخاصة بالتنس رحمه الله وأسكله فسيح الجنان وإنا لله وإنا إليه راجعون